اهلا بحضركم من جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة فنية مهمة جدا هنتكلم في تفاصيل متعلقة بكيف يواجه الاهل فريق باتشوكا المكسيكي والرؤية الفنية النهاردة مختلفة شوية ليه؟ النهاردة في قطر وفي قلب العاصمة القطرية الدوحى اكيد كان لنا لقاء مهم جدا مع الكاتل حسن ربيع الكواري كمسؤول في اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي للتسويق النهاردة كمان معانا محلل لبناني لاعب دولي في منتخب لبنان السابق لاعب وكان مدرب سابق لمنتخب شباب لبنان حاليا مدرب شباب فريق معيزر القطري عنده تفاصيل وعنده حكايات وعنده روايات وهيتكلم عن الاهلي بنظرة محتاجين نسمحها منه كابتن فادي العمري اولا برحب بيك على شاشة قناة الاهلي في ظهور لأول مرة ويمكن من خلال تحليلاتك في الايام الاخيرة كنت تريند على السوشيال ميديا بسعادة الاهلوية لما تكلمت على الاهلي فور استقباله في مطر حمر الدول اتشرف بحضوري مع حضرتك واتشرف بوجودي على قناة الاهلي تحياتي لكل جمهورة لانما شعب الاهلي شي فخر بالنسبة للي اني انا اكون معك اليوم ان شاء الله وقات استقبال الاهلي في الدوحة كالليك كلام اثر بشكل ايجابي جدا في عقول وازهام كل الاهلوية تحدثت عن الاهلي بشكل رائع جدا دائما جمهور الاهلي هو ما يصنع الحدث الحدث ما بيكون مهم اذا ما كنت جمهور الاهلي موجود جمهور الاهلي عطى طابع طابع لدى الشعوب العربية والخليجية كل لدينا سوى حب الكرة يعني انت واستحضر نادي الاهلي كان بالدولة المصري او بطوط اهم افريقيا او حتى بالبطوط السوبر اللي صارت مع الزمالك هون بالخليج يعني دائما ما بيشدك اللون الاحمر اللون الاحمر كتير اتراكتف كما انه نادي الاهلي اصبح ليس مجرد نادي قدر ليس مجرد انما ليس مجرد نادي ليس مجرد نادي انهم وصار براند تريند عالمي يعني كيف براند عالمي اتراكتف يجذب يجذب المشجعين يجذب سبونسور يجذب مجالات الاعمال يجذب محبي القرى يعني نادي الاهلي لا يرتكز فقط انه عم يلعب 11 لاعب مقابل 11 لاعب مع اي فريق هو اكبر من هايك بكتير بدليل انه نادي الاهلي لم لا يوجد لاعب ولا مدرب بصنع تاريخ بنادي الاهلي انما نادي الاهلي دائما هو مكان مصطع النجوم ومصطع المدربين دائما هذا الشيء يعود لاستراتيجيات تعاقبت عليها كتير من الادارات في فلسفة صارت فلسفة صارت ابتع مدربين 20-40 سنة عقبت رؤسة اندي واخر المحمود الخطيب اللي هو اسطور الرئيس الحالي شوف بواكب الاهلي بكل المحافظة بكل محافظة بواكب الاهلي اصبح الاهلي الان هو تريندز هو صار بريند عالمي ماركة عالمية اننا نشوف اليوم بالمؤتمر الصاحب بطبع نادي باتشوكا جليرمو الماضة كان عم بيقول ذكر عدة عبارات نادي الاهلي النادي الكبير النادي العريق حتى مورينو حرس المرمى كان عم بيقول النادي تاريخي هني بيعرفوا تماما ميجييني واجه يعني صيط نادي الاهلي وسمعة نادي الاهلي وقيمة نادي الاهلي اليوم ظهرت من خلال مؤتمر صحفي تبع مين تبع نادي باتشوكا حتى تعطيك اثر انه ها يعني ابروف شوي شو الفلار اللي قيمة تبع نادي الاهلي الاسئلة الصحفيين اليوم اللي انطرحت بمؤتمر باتشوكا هني 12 سؤال 12-11 سؤال اما طرع على مدرب 24 سؤال يعني تخيل ان ده حجم حجم الاهتمام الاعلامي نادي الاهلي طب ايه انه نكون ضبط من جهان مش يناك انا عبقلك صار نادي الاهلي صار هو براند براند صحفي بعد صعيد الكوتشينج على صعيد اللاعبين اي لعب افريقي او اي لعب عربية تمنى ان يحط اللوجو على صدره لا تبع نادي الاهلي بالعكس هو بيكبر فيه هو بيكبر فيه طب لو كلمتك على فريق باتشوكا المكسيكو دخلنا في الفنيات اكتر كانت مفاجأة فوزه على بوتافوجو ويواجه الاهلي الكل كان بيتوقع ان فريق بطل كوبا ليبرتادوريس هو اللي يصل للفاينال ليك او لمباراة الاهلي ليك خليني شوية انا خليني بلشتك السؤال بالعكس نادي بوتافوجو صعب الماتش على الاهلي صعب بالماتش على الاهلي بمعنى ليش؟ اول شي انظلم لدي بوتافوجو بالرزدامة بسكاتجي وتبع المباراة صحيح اللي كان عنده قبل بما يومي كان عنده فاينال ويجى تقريبا بحدود ستة عشر ساعة طيران ما قدر بالرغم كل الاستراتيجي والتاكتيكس والافكار اللي قدمها خورخة ارتور مدرب بوتافوجو لم تشف على الاهلي ليش؟ هو حاول انه يروح خمس لعبيل بشكل انه ده الظل النشاط التاني تقدر يعمل بيفينج للفريق مش الفريق ما يهبط بدنياً ولكن ما اسعفته وبيّن الخلل التاكتيكي ما الخلل التاكتيكي الخلل البدني اه بالهدف اللي سجلوا اسامة ادريسي اذا منشوفه منلاحظ هو هدف مراداني جميل جداً اكيد ولكن اذا منشوف منشوف الثقل البدني عند لعبين بوتافوجو لويس عالبيدا علن نشوف انه هو عم بيعمل دريبليك على لعبين شبه اشباح ما ايلن ما ايلن احنا ما نقول باللبناني ما ايلن جلادي يمشوا اه يعني ما في قوة ما في قوة مما سهل عملية الهدف وهذا هو الهدف الاول اللي اعطى دفع نوع مألمي لباتشوكا تيقدر يغضي المباراة المفاجأة المفاجأة ما انه بيفوز باتشوكا على بوتافوجو لانه كمتوقع بحكم الظرف البدني حكم البدني تبع بوتافوجو وانه بثلاثة احداث ثلاثة اهداف هي ثقيلة جداً على فريق مثل باتشوكا اللي هو تقريباً بالدوري المكسيكي ترتيب متأخر متأخر جداً كما انه تقريباً بحدود تقريباً ثلاثة الشهور لم يخفوا لأي مباراة صحيح وهو تقريباً بالمتاب 18 بالدوري المكسيكي يعني هو يعاني حتى اللعبين اللي عندهم مش لعبين زي قيمة كيري كبيري اذا اسامة ادريسي اللي هو اه هو مش لعب منتخب مش لعب منتخب وعم بلعب بالمكسيك بسه ما عبيلعب بأوروبا ولا عبيلعب بالخليج عبيلعب بالمكسيك هون بتعطيك انه لدي باتشوكا اخد جرعة معنوية كتير كبيرة بالفوز على بوتافوكو وهذا يحسب كمان للمدرب تبع باتشوكا عرف ارى الاستاتيوس تبع بوتافوكو جيد جداً الحال البدني الحال الفني الحال التكتيكي وقدر عمل عليه فرض على ايقاعة كتير عالي على المنبيدات المباراة ببريسنج كتير عالي مما اجهدوا بدنياً طيب الكل بيتكلم عن ان فريق باتشوكا المكسيكي ممكن يكون عنده غياب نتيجة اصابة بريتو المدافع وهيحل مكانه جوستافو كابرال قلتلي ان جوستافو كابرال اصلاً هو لعب الاساسي يعني حتى مفيش تحديلات في التشكيل جوستافو هو لعبان بالدورة اربطاشر مباراة يعني هو ما تغير شيء من التشكيل وهذا شيء طبيعي انه ما يغير شيء من التشكيل هذا شيء طبيعي لانه هو اول شيء نجح باستراتيجيته ضد بوتافوكو نجح بالتاكتك سبعه افكاره نجحت بس ولكن الخصم الخصم ليس كابوتافوكو الخصم اليوم غدا النادي الاهلي النادي الاهلي مرتاح بدنياً مرتاح نفسياً الهنياً حاضر عارف انه في مكان بالخزان يلاقي له لبطول كأس التحدي وعم يفضي مكان كبير لكأس الخارات لهذا لانه هذا هو حقيقة ما ينقذ خزانة نادي الاهلي النادي الاهلي نعم طيب تشكيل الاهلي يعني من وجهة نظرك ومتابعتك للاهلي شافي التشكيل ممكن يبقى مفضل انا اللي هيغير المدرب كولر هو دائماً هو اول شيء مدرب على فكرة بحضور النادي الاهلي ممكن كتير مشاجهين نادي الاهلي لم يكن راضيين على السي بيه طبع هذا المدرب انما اثبت حقيقة انكفعته بقيادة نادي الاهلي تلاتة وستين سيني تراكب خبرات كتير كبيرة درب منتحب النمسا ترقب كولن اندي كتير كبيري مرء عليها هو ليس مدرب مرحله انما دائماً هو مدرب سيزن 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 موسمين تلات موسمين وهذا بيدل على انه في استقرار بيدل انه في انتيميتين بينه وبين الادارات اللي اشتغل مع انه في رضا وهذا الشيء اللي شفناه نحن في هالسنتين مع نادي الاهلي شوف المطولات اللي حصدها مع نادي الاهلي تلات مطولات مع مطول تلات احقار رياض وهلأ جاي لكاس التحدي مطل ان شاء الله محتمل كتير يبين ان شاء الله انه ان شاء الله يحقق اللقب الخامس التشكيل ممكن يكون اه تقريباً مشابه لما شفناه باورلاندو بيرتز لانه الفريق حقيقة صحيح انه ما اه مربح ولكن قدم مباراة تكتيكية كتير عادة اكيد العنص الخبرة ممكن يبدأ باشرف داري بجوار رمي ربيعة يخلي اقرم توفيق واحد اكتف اكتر في وسط المنعب ممكن اقرب اه توفيق ممكن يكون اكتف لانه انت خط وسط نادي باتشوكا بوجود مارشال وباتسيوس باتسيوس اه واحد منظم لعب اللي هو باتسيوس اورجانايزر بيلعب كلاعب ارتكاز محط اما موسيال بيلعب كلاعب عالتاكي كبير فيدر لعب كتير ديناميكي بيلعب بياخد المايسترو اتنين بيكمله بعضه اللي لابد ما يكون في لعب وسط اه بيجاري هذا الشيء قوة الوسط طبع باتشوكا لانه حياتي اذا نرجع لماتش بوتافوغو هو كان التفوق العددي والنوعي بوسط الملعب تفوق واضع وصريع بوسط الملعب موسيال تسة عشر سنة اعلن مع بوتافوغو كان 34 سنة اعلن لعب منتخب برازيل ولاعب نابولي فارق بالاعمار ومنسوبر جري كان اعلى بكتير حتى مزوم الكرات الصحيحة كان اعلى بكتير اذا بنا نرجع انت الى موسيق باسلس مع بوتافوغو من الضغط ومن كثرة الارهاق كان تقريب حدوث 60 بالمية موسيق باس اما معنادي الاهلي تختلف الامور الوضع يختلف انا بظن انه بيقاط حسن الشحات بنصر ملعب ضروري جدا ان يكون مع الفرقة بكرة الثلاث الهجومي طاهر وسام طاهر وسام وسام ممكن كتير بكرة انه دايناميكس بيقارب تتحرك بالمساحات لان هي بكرة هي لقبة مساحات انت بتشوف باتشوكا اذا بلاحظ باتشوكا كان عم يدافع باكبر عدد منخفض دفاع منخفض لو بلوك بنقله دفاع منخفض بتسع لاعبين عم يدار روندوم فقط وحيد روندوم اللعب الفانزوين عم يدارك محطة وهذا خطر كتير نابد من الدافعين انه ينتبهوا لانه هو لعب محطة بيقدر يحز الكرة بشكل صحيح يفضي مساحات للاعبين اطراف لادريسي انا بظن انه النادي الاهلي اذا ارف استفاد ده المساحات بالزياد على الاطراف ومنع خط الوسط طبعا يتقدم بالكرة واللاعب المباشى اللي قدام ممكن نادي الاهلي يتفوق في هذه المباراة عايز اختبار اطار البطولة شوية لان عندنا مفاجآت يوم الاثنين المقبل في تنظيم حفل الافضل في الاتحاد الافريقي يعني على حد معلوماته اقول كلام على فكرة من خلال مصادر مهمة جدا اولا ما زال حتى هذه اللحظة لم يحسن من هو افضل لاعب في افريقيا المنفسة ما بين اشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ولاعب باريسان جرمان مع سيمون اتجرة لاعب كوديفوار وبرايتون والاقرب اشرف حكيمي اكيد اشرف حكيمي لاعب باريسان جرمان لاعب ريال مدهيل لعب كاس عالم مظهري جدا للتاريخ للمنتخب المغربي ما قدمه ومنتخبه يشفع له وانه يكون اوضل لها بافريقيا حقيقة رفقة ما بعث لاش اتقام الصلاح مش موزون الجايزة السنة دي اعتمدوا على فكرة اللي ما بيحترش بيسحبه اسمه خالص ما بيترشهش مش عالمستوى الفني خالص لان صلاح السنة دي مقصر الدنيا من احسن احسن تتعين بالعالم محمد صلاح ده حقيقة تانية هذا شيء فخر بالنسبة لنا كنة بس انا بشوف انه اشهر حكيمي هو الاقرب 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 لقيله منطقيا وفنيا طيب اقول لكم بقى حاجة سريعة النادي الاهلي باذن الله هو الاقرب وده من خلال مصادر مسؤولة في الاتحاد الافريقيا الاهلي هو الاقرب للفوز بجائزة افضل نادي افريقي امريس فاي المدير الفني الافواري الشاب الصغير الذي تولى المسؤولية اثناء البطولة هو الاقرب ويمكن حديه معلومات من مصادر رسمية للفوز والزفر بجائزة افضل مدرب افريقي حسين الشحاق بيقترب بقوة للفوز بجائزة افضل لعب في المسابقات الافريقية ويليامز حارس مامولي جي سانداونز بيقترب بقوة للفوز بجائزة افضل حارس مرمة في افريقيا منتخب المغرب للسيدات بيقترب للفوز بجائزة افضل منتخب على مستوى افريقي المنتخب الإفواري هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل منتخب على مستوى إفريقيا للرجال دي الجواز المرشحة في يوم الاثنين المقبل في مراقش والله للأسف أنه أنا كنت في حد أنه المنتحب المصري أو المنتحب الجزائري أو المنتحب المغربي منتحب عربي عودونا دائما يكونوا بالطليع ويكونوا دائما على الفوديوم على منصات تتويج إن شاء الله المواسم الجاية قادمة وإن شاء الله اللاعبين العرب دائما ما بيخيبوا الظن أملنا بكرة بلاعبين نادي الأهلي نادي الأهلي بمن حضر دائما بمستويات العالي يظهر نادي الأهلي بشخصية كتير كبيرة الجمهور مثل ما شفنا هون هلأ هون بسوق واكف موجود يصدعهم بكرة 40 ألف متفرج باللون الأحمر إن شاء الله الفوز بكأس التحدي لمقابلة ريال مدير بإذن الله إن شاء الله أنا زينا أؤكد لحضراتكم معلومات من مصادر موثوقة في الاتحاد الإفريقي حسين الشحات في الأيام الأخيرة أسهمه زادت بنسبة كبيرة جدا للزفر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وأسهمه زادت بنسبة يعني ليست كبيرة على أحمد سيد زيزو يمكن خلال 24 ساعة سيتم غالف كافة التفاصيل والتحضير للإعلان عن الجوازة النادي الأهلي أفضل نادي في إفريقيا وسيكون ممثل عن النادي الأهلي في هذا الحفل الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في حفل مراقش يوم الأسنين المجمل ساعة 8 مساء بتوقيت القيارة وحلق مصر الحدث زي ما شايفين معاه في الخلفية ربطة مشجع الأهلي ومسيرات هنا في سوق واقف تحذيرا لمباراة الغد تبتن فادي يا عمري أنا أشكرك بجد على حدودك وسعادة بوجودك شكرا لإلك سيد زيزو حمد وإن شاء الله لقاعاتنا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الله يخليك فصل وبعد الفصل المستشار حسام أبو العلا رئيس ربطة مشجع النادي الأهلي في الدوحة وآخر الترتيبات للقرنفال اللي إحنا سمعينه والجمهور الكبير اللي موجود ورانا هنا عشان يحضر لمسيرات في عاصمة القطرية الدوحة تحذيرا لمباراة الغد فصل ثم نوصل